وبكلم عن إداية الجار وإحنا يمكن أعتقد في حلقة الرد على الأسئلة كنا تكلمنا عن هذا الموضوع عندنا أحاديث يعني تضافرت وعندنا كم كبير من النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة من أقواها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورسه من كتر ما وصى سيدنا جبريل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالجار وحقه هو وصى بالجار يعني وصى بحقوق الجار أنحنا نؤدي ينصح الأمة بالقيام بحق الجار وأنحنا الإنسان يراعي الآداب أداب الجيرة وأنه له من الصلة بالإنسان ما كاد يكون كأنه سيورسه فده غيره من النصوص وقلت قبل كده أنه إذاية الجار كبيرة من الكبائر ليه كبيرة؟ لأنه الشرع الشريف شدد في التحذير في هذا الأمر وإحنا بنعرف من ضمن ما نعرف دي أنه اقتراف هذا الذنب أو غيره يعد كبيرة من الكبائر لما بلاء الشرع الشريف بشدد في التحذير بيكثر من الوصية بيؤكد على حق الجار أو على حق من يريد أن يؤكد حقه فنسأل الله السلام والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن الإنسان إيمان ومش إيمان كامل ذلك الذي لا يأمن جاره بوائقه نسأل الله السلام